انطلقت في الجامعة الاردنية الاثنين اعمال مؤتمر الامن الغذائي في الاردن الذي ينظمه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرو بالقضاء الذي راع المؤتمر مندوبا عن رئيس الوزراء اكد انه يقاع للحكومة ومؤسسات الدولة المعنية مسئوليات كبيرة ودور محوري في المحافظة على غذاء امن وصالح للاستهلاك البشرية مشيرا الى ان سلامة الغذاء جزء رئيس من الامن الغذاء الاردنية لا يخفى عليكم وانتم المتخصصون والمهتمون والمعنيون ايضا بالامن الغذائي ان الدولة الاردنية تاريخيا والمشروع الاردني تحديدا قد اهتم بالامن الغذائي فجاءت الاجراءات والقوانين والتشريعات والسياسات الغذائية تأتي العلاقة لتؤكد بشكل واضح اهمية توفير الغذاء النوعي في بيئة امنة وصحية وادركت الحكومات المتعاقبة ان هناك تحديات عدة تواجه الانسان الاردني حاضرا ومستقبلا في مجال الامن الغذائي على وجه الخصوص يقف في مقدمتها شح المياه وتراجع مساحة رقعة الاراضي الزراعية الناجم عن التوسع في الانشطة العمرانية على حساب الاراضي الزراعية والزيادة المضطردة في اعداد السكان اما جراء الزيادة الطبيعية للسكان او بسبب موجات الهجرة القصرية التي استقبلها الاردن من الاشقاء العرب وهون اسمحوا لي اعطي رقم قبل تقريبا 13 سنة او 12 سنة كان عدد سكان الاردن تقريبا 5 مليون نحن الآن نتحدث عن عدد سكان الاردن ما يقارب 10 مليون ما في دولة في العالم ضاعفت عدد سكانها ب10 او 12 سنة يمكن الا الاردن مسبب رئيسي الهجرات القصرية من اشقاء العرب وكان اخرها ما شهده الاردن من استقبال اكثر من مليون ونصف لاجئ سوري ما خلق تحديات دائمة على مختلف القطاعات الاقتصادية كما زاد من حجم الاعباء الملقاة على عاتق مؤسسات الدولة في وقت يتواضع فيه دعم المجتمع الدولي ومساعداته التي لم تلقى ابدا لحجم التزامات الاردن واعباء هذا اللجوء رئيس الجامعة الاردنية الدكتور عزيم محافظة قال ان الماء والغذاء من اهم عناصر التنمية والامن الاجتماعي ولهما دور في تشكيل حاضر الامم وصناعة مستقبلها من هنا جاءت اهمية المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من الخبراء والاكاديميين والمختصين في المجال لقد كان موضوع الغذاء في المنطقة العربية ومنذ القدم من اهم القضايا واخطر التحديات نظرا لشح الموارد المائية والاعتماد بشكل كبير على استيراد الغذاء من خارج الوطن العربي كما تشغل موضوعات الغذاء والمياه بشكل خاص حيزا كبيرا من اهتمامات جميع دول العالم بما فيها تلك التي تنعم بمصادر مائية وفيرة وفما بالك بتلك الدول التي يقل نصيب الفرد فيها عن المتوسط العالمي بكثير كالأردن خاصة مع وصول عدد سكان المملكة الى حوالي 9.5 مليون نسمة حسب التعداد السكاني لعام 2015 الماء والغذاء من اهم عناصر التنمية والامن الاجتماعي ولهما دور حاسم في تشكيل حاضر الاممي وصناعة مستقبلها والتخطيط لمستقبل افضل يقتضي وضع رؤية واضحة في هذا الشان تعمل على استغلال كافة الطاقات والموارد المتاحة وتحسين مستوى كفاءة استعمالها مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هيل عبدات قال ان المؤسسة منذ نشأتها اخذت على عاتقها مسؤولية ضمان وسلامة الغذاء وجودته وصلاحيته للاستهلاك البشري في جميع مراحل تداوله وضمان سلامة الدواء وفاعليته وجودته باعتبارها الجهة الوطنية المرجعية المعنية بالمراقبة على الغذاء رفع مستوى البحث العلمي للتمكن من منافسة الصناعات المتطورة في دول العالم المتقدم والعمل على تحقيق الامن الغذائي للمواطن وبالرغم من التحديات الاقليمية والمحلية الا ان المؤسسة اخذت على عاتقها مسؤولية ضمان انسياب غذاء آمن وسليم من خلال الشراكة مع الجهات الرسمية الحكومية الاخرى وبناء شراكات وتعزيز جثور الثقة مع القطاع الخاص الشريك في العمل وتشديد الاجراءات الرقابية ايضا المتطورة والحرص على الشفافية والمصداقية والتعاون الوثيق مع الشركاء جميعا تأكيدا لمبدأ شركاء في المسؤولية لا شركاء في الارباح وعلى مسافة واحدة من الجميع للحفاظ على صحة وسلامة المواطن وتضمن اعمال المؤتمر ثلاثة جلسات نقشت الاولى موضوع سلامة الغذاء في الاردن وحالة الامن الغذائي في الاردن والتجارة والغذاء فيما اجتملت الجلسة الثانية على ورقتينهما السياسات والتشريعات الوطنية في المحافظة على الامن الغذائي والتجارة الدولية والامن الغذائي اتفاقيات التجارة الحرة وانعكاساتها على السوق الاردنية والجلسة الثالثة كانت عن الموارد الطبيعية والامن الغذائي في الاردن والامن الغذائي واثاره على اللجوء السوري محمد الفايز الحقيقة الدولية اشتركوا في القناة